تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلاحد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في ورش حمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي انطلقت اليوم ورشة عمل المحور الثالث عمل الخدمات الاجتماعية برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل كما شارك عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بالمنظومة الاجتماعية في الحكومة وبهذه المناسبة أكد وزير العمل رئيس ورشة محور الخدمات الاجتماعية حرص مملكة البحرين المستمر على توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وبما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وفي مقدمتها توفير الخدمات الاجتماعية المناسبة وذلك بما يعزز مخراجات العمل الحكومي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأضف حميدان بأن المواطن هو الراكيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء وتأمين راحته هو الهدف الأول الذي تحرص حكومة مملكة البحرين على تحقيقه دائما مؤكدا أن محور عمل الخدمات الاجتماعية يسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم والنمام من خلال المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة والهدفة لتوفير أفضل مقاومات الحياة الكريمة للمواطنين ولتحقيق هذا الهدف يتعين علينا كأعضاء بفريق البحرين وضع الأسس والآليات الكفيلة لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تعزيز المستوى المعيشي للمواطن وتابع حميدان بأن هذه الورشة تشكل منعطفا مهما نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية وتطويرها بما يتناسب متطلبات المرحلة مشيرا إلى أنه تم استخلاص سبع سياسات تندرج تحتها ثلاثون مبادرة ومشروع لمحور عمل الخدمات الاجتماعية لتكون هي الركيزة لوضع التطلعات والتصورات القادمة امتدادا للورش التي عقدت ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي تم استعراض محور الخدمات الاجتماعية وأبرز السياسات والمبادرات لتحديد الآليات والأولويات التي تشكل العمل الحكومي المستقبلي باعتبار الخدمات الاجتماعية محورا هاما لما له من ارتباط مباشر بالاستقرار والأمن الاجتماعي استعرض هذا المحور تطلعاته المستقبلية ليؤكد من خلالها شموله على كافة الخدمات الأساسية كالتعليم والإسكان والصحة وخلق فرص عمل وجعل المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل وتمكين الشباب ودعم الرياضة والابتكار وتعزيز دور الإعلام في تكوين الثقافة العامة وتطوير استدامة الخدمات المحور يعني من أبرز وأهم المحاور لأنه يعكس توجيهات وحرص القيادة على حماية الإنسان وتطوير الخدمات المقدمة للإنسان في مختلف مناحي الحياة مثل العمل والصحة والإسكان والشباب والتربية فالمحاور الرئيسية التي يتضمنها هذا الموضوع والمبادرات التفصيلية الواردة تركز المشروعات الحكومية القادمة والمبادرات الحكومية القادمة على استدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين التنسيق هو الأساس يعني كافة الإنجازات الحكومية لا تتصل بوزارة لوحدها هناك تداخل وتنسيق وتكامل وتضاور في الجهود كل محور في الواقع يتم مناقشته من جميع الأطراف فالمناقشة لا تقتصر على الطرف المختص وإنما جميع الأطراف في الحكومة تدلي بدلوها في هذا المحور وتقدم ما لديها من مقترحات وهذا في الواقع انتهى بوضع وثيقة متناسقة ومتكاملة اعتمدت من قبل أصحاب السعادة الوزراء ويتم التنسيق بخصوصها في المرحلة المقبلة إن شاء الله فملف التعليم على سبيل المثال هناك اهتمام بالبنى التحتية هناك اهتمام بتدريب الكوادر التعليمية هناك اهتمام برفع التحصيل العلمي لدى الطلبة هناك اهتمام أيضا بتطوير التكنولوجيا في المدارس وغير ذلك وهذا طبعا تقيصينها على مختلف المحاور الأخرى هناك اهتمام بأهم الأهداف التي تسعى كل جهة حكومية للوصول إليها إن شاء الله وسائل وأدوات كافية وضعت لهذا المحور بهدف رفع الجهود الحكومية ومواصلة الارتقاء بالجودة لتطوير وتنويع الخدمات وجعلها ذات جودة وتنفسية عالمية لتعزيز إنجازات مملكة البحرين آل هذا الصعيد توحيدا للجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية يستمر العمل في ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي في استعراض سياساته ومبادرته من أجل تطويرها والمحافظة على استدامتها شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين